ازدادت في الأوينة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة والطرق القريبة من المستوطنات وقد تركزت الانتهاكات هذه المرة في عدة مواقع جنوب مدينة نابلس وبلدة سلوات شمال شرق رام الله يتواصل مسلسل اعتداءات المستوطنين اليومي على الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية جرائم اليوم كانت من نصيب عائلة حمات في بلدة سلوات شمال شرق رام الله المحتلة فبينما كان الأطفال مع جدهم في المنزل تعرضوا لهجوم مباشر بالحجارة من قبل ما يقارب الخمسين مستوطن قاموا بتحطيم زجاج المنزل وإرعاب الأطفال نحن نشرف الكهوة على البرندة وإلا شباب من اليهود أجوا وقفوا على الشارع بلاش يضربوا فينا بحجار وكانهم يضربوا في الأحجار دوريات مراقل دوريات ثنتين حرس حدود محكوش معهم ولا كلهم ليش تضربوا وإش شباب يضربوا في الأحجار وقفلوا الأطفال لو شفتين ساعة مصالح هذه يعني الواحد المية ما تنزي شوية حركة من الجفاف والخوف والرعب وأطفالي ميشي أكبر في السن يعني أكبر واحد أيها سبع سنين ثماني سنين وأربع سنين وثلاث سنين كلهم طلعوا يعيطوا ويصيحوا ويبكوا هذه العائلة ونتيجة لتواجد مستوطنة عفرة قبالة منزلها تتعرض للانتهاكات والاعتداءات بشكل متواصل فبالإضافة لهجوم المستوطنين الوحشي عليهم وانتهاك حريتهم كونهم مراقبين بالكاميرات طوال الوقت فإن الاحتلال حولهم لأسرى داخل منزلهم بفعل الحواجز التي ينشرها في المنطقة اليوم صبحت جهز أموري بدأ أطلع على الشغل تصلوا علي الجماعة من الشغل بيقولولي فيش مجلة نحن نقدر نصلك بحكم إن المستوطنة معسكر جيش على الشمال والجسر عنا على اليمين وشكتين مسكروهم هالوقت طريقت إني أقعد في الدار لأنه فيش مجلة أنا أطلع أصلى الشغلي أي مشكلة بتصير في المنطقة بتأول ما بسكروا للمنطقة هاي يعني كابل فترة أنا وأخوين حبسنا وراء الجسر يوم عملية عفرة كنا طالعين على عيني يبرج نشتاء أغراض ونرجع إن حبسنا وراء الجسر للساعة ثلاثة للصبح صعد المستوطنون مؤخرا من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم هذه الاعتداءات تتم بحماية جيش الاحتلال الذي يمتنع عن ملاحقة المستوطنين أو محاسبتهم وفي بعض الأحيان يعتقل من يقف في وجههم من الفلسطينيين من بلدة سلوات شمال شرق رامالة المحتلة آية الخطيب لؤيا